الممارسات التدليسية وممارسات الغش التي كان يقوم بها بعض حرفي الذهب وبعض تجار الذهب نحسبها إن شاء الله من الزمن العابر ولن تتكرر وسوف بإذن الله تعالى برفقة السلطات العمومية ونحن كمجتمع مدني هنا لمد يد العون لن تتكرر مثل هذه السلوكات فالذهب عند البعض هو رأس المال هناك من يقوم بتحويل ماله أو رزقه أو كل ما يكسب إلى ذهب ومن غير المعقول أن ندعى هذا الأمر يعني يسوده كل ما هو غش وعلى هذا الأساس نحن قمنا باقتناء جهاز لقياس عيار الذهب وهو جهاز جد دقيق وجد حساس وسوف نقوم بإذن الله تعالى بأخذ عينات من السوق وتحليلها والقيام بمتابعات قضائية ضد التجار المدلسين وليتحمل كل مسؤوليته نحن هذا الأمر حذرنا به من السابق ونحن الآن لابد أن نقوم بإجراءات أخرى لأجل تطهير هذا السوق وإذا ما وجدنا أن هناك غش فكل غشاش يلابد أن يحاسب أمام العدالة وأمام الإدارة وعلى هذا الأساس يمكن القول بأننا قد حسسنا وقد نبهنا وقد أعذرنا وحان الوقت لأن يكون كل شخص مسؤول أمام المواطن أمام البلاد وأمام العدالة زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر